نتيجة تنسيق الأزهر 2021 توحيد درجة قبول الطب وانخفاض في كليات القمة أعلنت إدارة جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 كاملة للطلاب خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بإدارة الجامعة بمدينة نصر وذلك بعد الانتهاء من التقديم عبر الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية التي استقبلت رغبات الطلاب على مرحلتين كانت الأولى بعد نتيجة الدور الأول من الثانوية والثانية بعد نتيجة الدور الثاني نتيجة تنسيق الأزهر 2021 كافة المعلومات التي تخص نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية والتي أعلن عنها الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة في المؤتمر الصحفي أولا توحيد الحدود الدنيا لكليات القطاع الطبي لأول مرة في تاريخ الجامعة أعلن الدكتور محمد المحرصاوي عن توحيد الحدود الدنيا للطلاب والطالبات بكليات القطاع الطبي الطب والصيدلة والأسنان في فروع الجامعة الثلاثة بالقاهرة ودمياط وأسيط وجاء القرار بعد مطالبات عديدة من الطالبات اللاء يرغبن فالمساواة مع الطلاب خاصة وإنهم كانوا الأعلى في التنسيق على مدار السنوات الماضية انخفاض في تنسيق كليات القمة كما جاء فتنسيق الثانوية الأزهرية 2021 انخفاض كبير وملحوظ فتنسيق كليات القمة للقسم العلمي الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة والتمريض وهم الكليات الأعلى فتنسيق الثانوية على مر التاريخ مما يجعل الطلاب يملكون فرصة أكبر في التقديم بكليات القمة العام الحالية تنسيق المعاهد الخاصة للطلاب والطالبات كما تنوعت الحدود الدنيا للقبول بالمعاهد الخاصة بالأزهر هذا العام وهم معاهد كليات العلوم للطلاب والطالبات ومعهد لادارت بكليات التجارة أخيرا معهد معاونا القضاء بكليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات وكليات الشريعة والقانون للطلاب مما يجعل فرص الالتحاق بهم كبيرة للطلاب خاصة مع نزول البعض منهم إلى 50% تنسيق أبرز كليات ومعاهد الأزهر نتيجة تنسيق المعاهد الخاصة بجامعة الأزهر للطلاب معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة 84.62% معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين القاهرة 80% معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين السيوت 8.31% معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين السيوت 6.31% معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين القاهرة 2.7.15% معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين السيوت 6.69% معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة القاهرة 59.23% معهد معاونا القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين القاهرة 5. Smart exacts معهد معاونا القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين تفهن الأشراف 5. معهد معاونا القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين أسيوت 50% نتيجة تنسيق المعاهد الخاصة للطالبات معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات القاهرة 88.92% أدفل تيمانس معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنات القاهرة 88.92% معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات القاهرة 88.92% معهد معاونا القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة 74.92% معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بتفهين الأشراف 2.7% معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة أسيوت 50% معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة القاهرة 50% معهد معاونا القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة 50% تنسيق كليات الصيدلة صيدلة بنين القاهرة 94.31% صيدلة بنين أسيوت 93.69% صيدلة بنات القاهرة 94.92% صيدلة بنات أسيوت 94.46% تنسيق كليات الهندسة هندسة بنين القاهرة 92.31% هندسة بنين قنى 91.23% هندسة بنات القاهرة 93.08% تتسيق كليات طب الأسنان طب أسنان القاهرة بنين 95.54% طب أسنان بنين أسيوت 95.23% طب أسنان القاهرة بنات 95.54% تنسيق كليات الطب طب بنين القاهرة 96.46% طب بنين دمياط 96.15% طب بنين أسيوت 95.69% طب بنات القاهرة 96.46% طب بنات دمياط 96.15% طب بنات أسيوت 95.69% طب بنين 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 اشتركوا في القناة